تدبيلة المقليات الكريسبي تدبيلة المقليات الكريسبي عبارة عن إيه؟ نص كيلو زقية أربعة بكت مرأة فورية هنزود المقدار لكيلو يبقى هنزود المقادير التانية أربعة معلقة كبيرة بابريكا توم بوضر بصل بوضر كوزبارة نشفة وشط في ملح؟ آه بس حسب اللي انت هتعمليه يعني أنا دلوقتي عمنا نص كيلو زقية هحط عليه معلقة كبيرة ملح هتزود أو هتقللي على حسب اللي انت عايزاه حطة فلفل أسود؟ لا مش حطة فلفل أسود ليه؟ علشان ما يغمق ليش التدبيلة انت ممكن تخطي الفلفل الأسود ده في الحاجة اللي هتتبليها يعني انت هتعملي فراخ مثلا هتعملي لحمة أيا كان اللي هتتبليه بيه حطي الفلفل الأسود في التدبيلة لكن ما تحطهوش في الطبقة الخارجية لو حطينا الفلفل الأسود في الطبقة الخارجية مجرد ما ينزل الزيت هيغمقها لنا وانا عايزة التدبيلة او عايزة الحاجة اللي تقليها تبقى لونها دهبي فاتح فعلشان كده ما بحطش فلفل اسود في التدبيلة حتى بابركة يخليلك الطبقة وانت بتقليها لونها دهبي محمر لونها يفتح النفس طيب تعالوا نقلب مكوناتنا دي كلها على بعضها ونحطها برضو في بطرمان ونشيلها في التلاج طيب انا مش عايزيها دلوقتي يا نونة علشان ده دقيق ودي ايه متعرض ان هو يسوس ودي ايه متعرض ان هو يدخله رتوبة هعمل ايه مع التدبيلة تمام احنا طبعا حطين ملح بس هاتي ايه هقولك ايه حتة شاشة من اللي هما التبية تمام وروح يحط فيها حبة الرز وعمليها جواه ده لو كمية كبيرة لكن لو انت عاملة نص كيلو دقيق بس هو يدوب اسبوع في التلاجة لو انت عاملة نص كيلو دقيق بس هو اسبوع في التلاجة يعني انت ممكن اصلا هتستخدميه النص كيلو ده على مرتين تلاتة تقلي بهم حاجات لكن لو انت عاملة كمية كبيرة اتنين كيلو دقيق مثلا لا لازم حبة الرز ده علشان يلمه الرتوبة بتاعة الدقيق وعلشان ان هو ما يعملش وابرة طيب ايه البجل للرز يا نونة هم حبة الملح لو انت هتحط الملح والتب ليه يبقى انت مش محتاجة تحط حبة الرز الملح اللي هيتحط هو برضو هاللي ملك الرتوبة اللي في الدقيق ما يخلوش ولا يسوس ولا يخلي ان هو يعمل وابرة على الوش من فوق مهما كانت شال في التلاجة طيب تعالوا نجمع بقى ما قدرنا على بعضها بسم الله الرحمن الرحيم بصوا كده شكل التدبيلة بتاعتنا للمقليات هو انا طبعا نحط لها مرأة فورية فهي تعتبر بملحة بس انا عشان الرتوبة ما تتخش لهاش ويوبر معايا او ان هو يسوس ادي رشة الملح لو انا عاملة كمية كبيرة هحط حبة رز علشان يلملي الرتوبة ويفضل ان هي في شاشة في شبكة اهم حاجة ان هي تبقى لما الوبرة بتاعة تتزقيه وتحفظه من ان هو يسوس بقلب كويس كده علشان كل التدبيلة تبقى ماشية مع بعضها عايزة تحط شوية اتنيشة معاها ما فيهاش مشكلة عايزة تحط حبة بكمبودر برضو ما فيهاش مشكلة كل دوت اختيارات ممكن تحطيها هتبقى معاك زي الفل ونجيب كده البطرامون بتاعنا عايزة بقى تعملي كمية لو انت مثلا ربنا يبارك في ولادك متجوزين وعايزة تعملي مثلا كمية من التدبيلات دي وهم مثلا بيجوا يزروكي كل يوم خميس وجمعة وكل واحدة ماشية فيهم تروح يمديها بطرامون ولا تديها حبة من التدبيلة اللي انت عامليها عشان تسهيلي عليها لامهات كلها بتعمل كده والله العظيم ربنا يبارك في امي ويداصح يا رب كانت لما تعمل حاجة سواء تدبيلة او حاجة في البيت او واحنا مثلا رحينا انا واختي مثلا نقض عندها يومين ولا حاجة تروح واحنا ماشيين انا عملت كزا وعملت حسابكو حتى لما بتروح تدق كفتا انا روح تدق كفتا وعملت الكل واحدة فيكو اتنين كيلو خدوهم وانتوا ماشيين وممكن تقعد تصباحها وتروح محمراها وناخدها واحنا ماشيين فممكن ان انت تعملي التدبيلات دي وتقسميها على اخواتك لو انتوا في بيت عيلة تعمليها لولادك تعمليها لحبيبك فهادوا وتحبوا يعني حاجة بسيطة جدا بس هتحسس اللي قدامك ان انت فعلا بتحبيه ومهتميا انت يا كيف ان انت فكرت فيه اصلا ربنا يا ربي يجعل الخير بينكو دايما